دقائي هذا المدخل مؤدي الى سري سواني وصراحة كل ما كان جيل هاد مكناس ازداد سخطا على مدبري شؤونها واحد التراجع واحد تغاقر كل مرة كاللقاها ازداد سخطا على مدبري شؤونها اشياء بسيطة لا اشياء حاجة لا اشياء موارد مالية لا اشياء موارد مالية شكير دال ان الساكن الهجرة القروية تغاتي عليها شكير دال ان دمج دالها مع فاس وفاس بدأت تسيطر على الميزانيات ما اضفرها لا دي ولا دي ولكن فرق كبير بين مدن الشمال وهذه المدينة هذه المدينة اللي انا طبعا دوزت فيها فترة كبيرة من الطفولة والشباب دياله كانت ذكر جيدا كيفاش كانت تصبح مجموعة تصبح مجموعة تسميها أوراش عزيلة تصبح تصبح بالفيسان في العديم والتي لا يمكن ان يذهب الى اين هذه الأمور اذا اه 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 هذه القزادر اللي منزلين يعني انتم ممكن تشوف برنامج تأهيل وتتميل مدينة العتيقة من 2019 ونحن 23 اشغل تأهيل وترميم سريج سواني فيما لا نأتي ونحن لا تغير حتى شيء غير بلوكاج ونحن لا يوجد تقطرة نحن نقرر مدينة العتيقة بالنسبة اول مرة نرى هذا السريج بالرغم من بني محمد كنا 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 صغار كنا öttر كان امر مدينة العتيقة كان نقيا هذا نموذج حالة الجفاف التي يعرفها المغرب يعني ما يكون هذا لم يكن ما احبس لدي الماء يمكن مرور عليه ما انا قبل مانع 23 وبن сорق تمنى نكون غلط سأقربكم أخر أعود السيريج الذي لم أكن أعرف كيف كان عمل هذا الفوتو يكتبين كيف كان مقبل السيريج كبير كبير وعنده تاريخ الشيخ جوجل تخل سيريج سواني مكناس ستجد مجموعة المعلومات سوف نعود من جهة أخرى سوف نسرق سوف نرى مجموعة المعلومات السيريج سوف نرى سوف نرى قلب ساريسوان هذا البطل الذي كان هناك هؤلاء الذين يطيرون يجربون لهم ذلك الكلاب موضوع ذلك لا يوجد الكلاب ساريسوان سواء يحتضر للأسف لا يوجد الكلاب و لا يوجد الكلاب لا يوجد الكلاب و لم يكن في حجيز كان تقريبا كلاب كان يزلاء الكرش و لم يكن في حجيز كان لهم قمنا بالكلاب و كان في حجيز مكناس اي دي لسي توتالمن توتالمن جدي توتالمن البرح مشيت القبض الصوق باب جديد العديم سكاكين نش غاد نقول لكم بنت المدينة كبيرة في مرحلة البداوة يعني كيبلك تطابع دي البادية بدأك يسيطر عليها واحدة زاوية اخرى اللي كنشوفو منها السريج كيبلكم انها واحد الجدار راوة طايح نحن نقرر نحن نقرر نحن نقرر نحن نقرر نحن نقرر برافو هذا السريج هذا من عهد السلطان مولا إسماعيل مولا إسماعيل الجوار الجوار السريج على اليسار كان ما يعرفو بالفرياء ولكن اقبل هذه سوف نقرر الأزمة للعكاس للأعلى جيوب المواطنين نحن نقرر هذا الصباح حضرت واحدة الإطلالة على الشبكة العنكبوتية و أخبار كثيرة على بعض الاحتجاجات المواطنين على ارتفاع الصاروخي الأسعار نبقى في الموضوع وهذا السريج كيف كان نستمتع بعدها بتصور شيئ شيئا جاكرا سوف نقطع الفام قرب المكنس المواطنين والذي كنت أخبرتكم سوف أحد يجب يقوم يقوم يجب المواطنين يجب المواطنين يجب يجب في الطريف و يجب تقوم المواطنين مواطنين المواطنين المواطنين لا نعرف لماذا لا نعرف الشانتي كبير لكن يبدو أن يجب يجب في مناطق أخرى المواطنين يجب المواطنين لا نفهم هذا ما نحاول هو أن نقل صورة الأصوار لا ترى لأنها مواد محلية إذا عمل زمن من الأمطار و الوقت يجب بالحجر بعد الزاوية أخرى و أصبح كانت محل و كانت تقريباً تقريباً كانت من الحيط المقابل كانت مواطنين كانت يجب كانت كانت يجب أن الماء يجب و كانت تنسى و كانت وتقريباً و كانت تقريباً و كانت نحن دائماً لدينا في القدرة الإلهية أن يكون يكون أم يقول الله يجب لا يجب أن أن تقريباً تقريباً نفسياً لا الحمد لله لا لدي الإنسان دائماً يطمح إلى الأفضل و لأن أكون مرتاح سوف تقريباً لا لدي فلحة نعم أتباً الله قريباً 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 مكناس و في مدينة مكناس في جهة باب منصور العلج في ساعة العديم كانت قريباً 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 هذا رمز الدكسي والمثال و هل يعتبرون بعض نحن في الفل الإسلامي كان في الأرابيس مع النجمة و كل شيء يقول ما 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 رأى أن الأولياء يتعبد الحجار و يتعبد التراب و يتعبون في القبور و يتعبون داخل يعتبر جزء من التخلف وهذا المكان الذي ترونه هو هذا المكان كبير هنا يكون المعرض السيم المعرض الفلاحي لمدينة مكناس هنا يكون الخيمات هنا و هنا 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 يوجد شجرة و هنا قبل قليل و هنا الغروب في الشمس و هنا يجب وهذا الهري هنا هذا المكان الذي كان يوجد دريج والفوق كان كان يسمى الحدائق المعلقة وتم مكن المرابط الخيول والمخازين للحبوب و ثم عندما دخلت الانترنت الحمد لله كان هذه معلومات موجودة لا يكون صحيحة بعض المرات لكن مختلفة و قرن هذه الفلا لا تعتقد الحق لها نحن 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 داخل مول إسماعيل وهنا هنا مجموعة هنا كان المسجد يمكن استخدام المسجد و يمكن المسجد 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 الكبير الذي في قبل السوق والآخر في اللعودة اللعودة فقط احدى الضريح تخرج من الهديم و تدخل مع الباب تمام و تمشي الضريح و حبز المسجد و المسجد و المسجد يترجم الكلام و لا لم يكن بل تمام المسجد وال عدد وال الملايات وملايات الدولارات ستأتيهم غير في الوزين ستكون قدم الناس هذا تقوم الناس تقوم المطاعم تقوم المطاعم تقوم الاجت تقوم العداد لا أعين مدينة تستهل الزيارة ومعه فرصة أن يأتي هنا ويقدمني ومعه فرصة أنا نظن واحد الهدوء هنا ومعه فرصة الموسيقى التي نسمعها هنا لا يوجد مشكلة تحية لكل الأصدقاء في السيدي سعيد في باريز ليجاني البالد المنشاق غير سيفي عبدالطيف محمد العولندي ميشيخ زمين اللي كان في إيطاليا الممبرد فامي زيد بعض المتتبعين من الخليج من كندا لم يكن مشهور لهذه الدرجة ولكن لدي متتبعين ومرة مرة كمانترهم كانت استمتع بهم في الحقيقة وكانت شعر في ذلك الناس يعني الحب لهم لهذا الوطن كانت كاملين بحال بحال كانت كاملين بحال بحال كانت كاملين هذين قيمة هذه البلاد حتى نغادرونها في حال داركم وكانت كاملين أخرى وكانت ذلك الدار التي تربيتي فيها وكانت الدفع وكانت دائما الحنين ولكن كانت شعر دائما كانت تصرفاتهم ما سنقول في حالة تبرد وكانت دائما ما سنقول هو بارد وكانت تصرف أن البعض يصبح سلبيين تجاه الوطن وهي ربما أرض فعل ما الحقيقة فتحه المجال وكانت تجاه يجري لا أعرف ما سنقول ما سنقول ما سنقول ما سنقول كما سنقول ما سنقول هادوك اللي كي كره المواطن في الوطن دياله مويمان نبقى وفاف ما هو أجمل الغروب غروب الشمس عند سريسواني سأعود لزيارة هذا المكان مستقبلا وربما نتمنى أن الصورة صراحة 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 كرهت وقلتها في البداية فيديو تجاهد الناس المسؤولين لا أعرف ما عندكم غير على هذه المدينة عباد الله لا والمواطنين ناسين ما عندهم يد ما تلقى في الحومة ما يستطيع ويزيد 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 يزيد ويزيد 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 من المكان ويزيد فيها 100 أو 500 لا لا تحياتي